لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا ما أنت ترد بعقلك ونقمل بعقلك وديرد بعقلك وديرد بعقلك يبقى الدم يبقى والعوبة بين عقل المشاكل أعزائي المشاهدين برحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وبنتابع معنا تابعوا معايا في دايما في حلقات النقل أم العقل احنا مسكين كتاب سهيل بخاري وبنتكلم فيه وبنتكلم عن المحدثين المرة اللي فاتتكلمنا عن الروافض اتنين من الروافض أخذ منهم البخاري حديثه النهاردة هنتكلم عن محدث سونية المحدث ده اسمه إسماعيل ابن أبي ويس وعلى مدار حلقتين أنا هتكلم عن المحدث ده وأول كتاب احنا نتكلم منه هو طبعا كتاب سهيل بخاري وهنشوف كده فتحة باري شرح سهيل بخاري كتاب النكاح باب حسن المعاشرة مع الأهل قال إيه بيقول كده منهم ترجم أن النسائي والترمزي وقد شرح حديث أم زرع إسماعيل ابن أبي ويس الشيخ البخاري بأول معروفة أول معلومة عرفناها إن إسماعيل ابن أبي ويس ده مين شيخ البخاري خلينا نروح لسير أعلام النبلاء طبق 11 إسماعيل ابن أبي ويس يحدث عنه البخاري ومسلم ثم مسلم أبو داود والترمزي والقزويني بواسطة وأحمد ابن صالح وأحمد ابن يوسف السلمي وأبو محمد الضرمي وبعدين يقول لنا وراء أحمد ابن زهير عن ابن معين صدوق ضعيف العقل وخلينا نقف هنا يعني شيخ البخاري كان صدوق في نفس الوقت ضعيف العقل بعدين يقول لنا صدوق ضعيف العقل ليس بذلك يعني إنه لا يحسن الحديث كمان مش بيعرف يقول الحديث ولا يعرف أن يؤديه كل ده عن إسماعيل أو إنه يقرأ من غير كتاب وقال أبو حاتم الرازي محله الصدق وكان مغفلا يعني كان مغفل بيقول عليه إنه كان مغفل وقال الضرقتني ليس أخطاره في الصحيح وقال البرقاني قلت للضرقتني لم لما ضعف النساء إسماعيل ابن أبي ويس فقال ذكر محمد ابن يوسف الحشيمي هو إمام كان النساء يخصه قال حكى لي النساء إنه حكى له سلمة ابن شبيب عن إسماعيل قال ثم توقف النساء فما زلت أداره أن يحكي لي حكاية يعني النساء لسه بيحكي عن إسماعيل ابن أبي ويسف وقفوه قال له إيه احكي قول عنه عايز تقول إيه حتى قال لي سلمة سمعت إسماعيل ابن أبي ويس يقول ربما كنت أضع الحديث يعني إسماعيل ابن أبي ويس بيعترف على نفس إنه كان بيضع الحديث فبيقول ربما كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذ اختلفوا في شيء في بينهم يبقى النساء ده كان معاصر إسماعيل ابن أبي ويس وبيقول إنه هو إسماعيل ده كان بيضع الحديث وبعدين يقول لنا والنساء هو الإمام الحافظ السوت السبت الشيخ الإسلام ناقد الحديث أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ابن علي ابن سنان ابن بحر الخراساني النسائي صاحب السنان يبقى ده مش حد ده حد معروف جدا يعني خلينا كمان نروح لكتاب تاني علوم الصلاح علوم الحديث لابن الصلاح النوع الثالث والعشرون معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترمت ويقول كده ولذلك احتاج جلبه خاري خلي بالكو هنا في الكتاب يقول ليه ولذلك احتاج جلبه خاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهم كعكريماما ولا ابن عباس رضي الله عنهما وكاسماعيل ابن أبي ويسو وده موضوع حلقتنا النهاردة وعاصم ابن علي وعمر ابن مرزوك وغيرهم ودول أنا هقولهم آخر الحلقة هذكر عنهم بسرعة لكن أنا اللي همني انه بيذكر ان اسماعيل ده كان ده من المجروحين اللي ذكر اتكلم عنهم البخاري اللي البخاري بيحتاج بجماعة مجروحين بجماعة مجروحة والمجروح طبعا مطعون في صدقه او صدق رويته طيب خلينا نشوف ابن الصلاح بيقول ايه آآ الثالثة ابن الصلاح بقى بيقول ايه الثالثة التعديل مجبور من غير ذكر سببه عن المسحب الصحي المشهور لان اسبابه كثيرة يصعب ذكرها وطبعا الكلام ده اي واحد آآ يعني باحث في الحديث طالب علم في الحديث مفيش حاجة اسمها آآ انا مش هقول ما هو مش مجروح ليه من غير ما يذكر السبب طبعا الكلام ده مرفوض جدا اي طالب علم حديث لازم يكون يذكر السبب آآ مفيش حاجة ان هو كده آآ الحديث يعني مقبول من غير ذكر سبب لازم يذكر مجروح ليه وبيفسر ولازم يذكر مقبول ليه وبيفسر خلينا نشوف الكتاب اللي بعده بيقول ايه تدريب الرابي للسيوتي في تحقيق شرط البخاري ومسلم بيقول كده قال ابن طاهر شرط البخاري ومسلم ان يخرج الحديث المجمع على ثقة رجاله الى الصحابي المشهور والعراقي بيقول قال العراقي وليس ما قاله بجايد لان النساء ضعف جماعة اخرج لهم الشيخين او احدهما واجيب بانهم اخرج من اجمع على ثقته الى حين تصنيفهما فلا يقضح ذلك في تضعيف النساء بعد وجود الكتابين خلينا نقف هنا وقفة ونفهم يعني ايه معنى الكلام يعني ايه ان النساء جرح الرواه بعد ما البخاري كتب ليهم وده طبعا يعني مجرد وجود مجرحين في البخاري ومسلم بيكون وطلقوا البخاري كتب ليهم بيبقى ده تعديل للمجرحين وطبعا الكلام ده مصصح لان بيقول كده لان الجرح حصل بعد كتابة الصحيحين وطبعا يعني هل يعني المشاهد او المستمع او اي طالب علم الحديث ممكن يقبل بالكلام ده وبعدين بيقول لان اللي بيكون بيضع الحديث بيكون معروف في اول نقله للحديث وبيكون الروي ثقة ولا يجذب على الرسول وبعدين فجأة بنلاقي ان النساء بيقول لا ده بيجذب وبيضع الحديث طب نشوف شيخ الاسلام ابن تايمية بيأكد كلام العراقي وبيقول ايه وقال الشيخ الاسلام ابن تايمية تضعيف النساء كان باجتهاده هل تضعيف النساء فعلا كان باجتهاده يعني هم flavour بيطعانوا في النساء دالوقتي عشان ضعف اسماعيل بن أبي ويس او نقله عن معاصر فبيقول فبيقول كده او نقله عن معاصر فالجواب ذلك وانقله عن المتقدم فلاه يعني ايه لكلام ده المتقدم ده ده اللي هم الناس الاول خلص اللي كانوا بنقوله الأحاديث فبيقول يعني إن لو متقدم قال الحديث وبعدين النساء يجي جرح فيه فلا خلاص طالما تكتب خلاص طبعا الكلام ده مش مظبوط النساء كان معاصر لإسماعيل بن أويس أو كمان نقلوا عن ثقة للمعاصر وخلينا أكد لكم الكلام في عمضة القارق بشرح صحيح البخاري بيقول السابعة في الصحيح جماعة جرح بعض المتقدمين وجرحهم بعض المتقدمين وهو محمول على إنه لم يثبت جرحهم بشرط فإن الجرح لا يثبت إلا مفسرا والعنوان خلينا أقف عند العنوان شوية والعنوان بيقول إن أنا علشان أجرح لازم يكون مفسر وهو هيفسر لنا دلوقتي هيفسر لنا لإسماعيل بن أبي واسمه جروح فيه والأسماء اللي أنا تكلمت عنها أول الحلقة بيقول كده وأما إسماعيل بن أبي واس فإنه أقر على نفسه بالوضع كما حكى النسائي عن سلمة ابن شعيب عنه وقال ابن معين لا يساوي فلسين هو أبوه يسرقون الحديث وقال النظر ابن سلمة المروزي فيما حكاه الدولابي عنه كذاب كان يحدث عن مالك بمسائل ابن واهب أما عاصم ابن علي فقال ابن معين لا شيء وقال غيره كذاب ابن كذاب وأما أحمد فصدقه وصدق أباه أما عمر بن مرزوق فنسبه أبو الوليد الطيالسي إلى الكذب أما أبو حاتم فصدقه وصدق أباه فوصقه أما سويد ابن سعيد فمعروف بالطلقين وقال ابن معين كذاب أما أبو داود يقول كده سمعت يحي يقول هو حلل الدم وخلينا نقف عند حلل الدم حلل الدم يعني إيه؟ يعني مكفر مهدور دمه وقال طعن أدار قطني في كتابه المسامة بالاستدرقات إلى آخر الكلام وده المرجع اللي بيفصر لنا ليه هؤلاء كل هؤلاء الجماعة اللي ذكرهم البخاري وأهمهم موضوع الحلقة النهاردة هو إسماعيل ابن أبي إويس مجروحين وطبعا أنا هلتقي بكم في الحلقة القادمة من حلقات النقل أم العقل عن إسماعيل ابن أبي إويس عشان نعرف عنه أكتر وأكتر وإلى اللقاء